موسيقى السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته في شبوى بينهم محافظ محافظات عينتهم الميليشيا حملة مجتمعية لطمس الشعرات الحوثية في حيس بالتزامن مع تقدم كبير في الجبهة الجنوبية الجيش والقبائل يستعيدون مواقع في كسارة مارب في وكالة خبر انطلاق عملية عسكرية لألويات العمال لقا على محورين لتحرير بيحان شبوى ميليشيات الحوثي تستحدث نقاط تفتيش لمنع أفرادها من الفرار من جباهات بيحان التحالف تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط تعرضت للمضايق المسلحة قبالة الحديدة في اليمن الخبراء الأمميون في اليمن الحوثيون مستمرون في مصادرة أموال الخصوم وممارسة العنف الجنسي وقمع النساء في عدن الغد قوات العمالقة تحرر مفرق السعدي في بيحان من سيطرة الميليشيات الحوثية توجيه مهم لوزارة المالية سيحد من تدهور وانهيار العملة المحلية الدولية للهجرة متطلبات التمويل العاجلة لدعم النازحين في اليمن تبلغ عشر ملايين دولار في صحيفة أخبار اليوم القائد الميداني لجبهة العلم ناجي الصبيحي ميليشيا الحوثي تهاجم جبهة العلم ولم تجني إلا الخسائر والهزائم وخسر قيادات أفراد بالمئات قوات الجيش والمقاومات تتحر ميليشيا الحوثي من مواقع عدة وتواصل تقدمها الميداني جنوب مارب بينهم طفلان خمسة عشر شهيدا في قصف صاروخي حوثي استادف منزل مدير مديرية عسيلان في شبوى مصرع وإصابة قيادات حوثية بغارة جوية استهدفت اجتماعا لهم في شبوى في صحيفة الشارع نطالع التحالف يكشف عن مؤشرات عالية الخطورة على الممر البحري قبالة ميناء الحديدة والأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس فرنسا احتجاز الحوثيين لبارجة إماراتية في عرض بحر اليمن تطور مقلق يؤدي إلى التصايد شبوى نجات قيادات عسكرية من صاروخ بلستيحوثي استهدف اجتماعا عسكريا في عسيلان المعبقي قطاعات غير منطبطة نشأت على حساب البنوك الأهلية أضرت بالاكتصاد وأثقلت كاهل المواطنين بالمضاربات مأرب القوات الحكومية تستعيد مناطق واسعة ومواقع استراتيجية في البلق الشرقي والكسارة إلى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم عنوينها الخاصة بالشأن اليمني والبداية من صحيفة الشرق الأوسط التحالف أكد أن المرفى بات مركزا لتهديد الأمن البحري قرصانة السفينة الإماراتية دبرت في ميناء الحديدة وفي ذات الصحيفة العمالقة تضع أقدامها في بيحان وعيونها على حريب مقتل مئتين وستين حوثيا بضربات التحالف في مأرب وشبوة وتدمير اثنتين وثلاثين آلية مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة فصايد الميليشيا الحوثية يشرد ثلاث آلاف يمني خلال أسبوع الدولية للهجرة متطلبات التمويل العاجلة لدعم النازحين تبلغ عشر ملايين دولار في صحيفة القدس العربي اليمن نجات قادة عسكريين وأمنيين كبار من محاولة اغتيال حوثية في شبوة وفي صحيفة العرب التحالف العربي يراهن على دور جنوب فاعل في مواجهة الحوثيين تغيير في استراتيجية البحث عن حلفاء ومنع انتقال التوتر إلى الجنوب وأخيرا من صحيفة عكاظة السعودية التحالف يكسر الحوثي في شبوة ومارب تحت عنوان العرب وإيران وضرورة الاصطفاف كتب صالح القلاب ما تقوم به إيران هو بمثابة حرب مكشوفة ضد العرب والأمة العربية وإلا فما معنى أن تتدخل هذا التدخل كله عمليا في أمور العرب كلها وأن تبادر لا فرز مبكر مذهبي وطائفي وعلى أساس مرجعية الولي الفقيه الذي هو ليس رئيس الدولة وإنما مرشد عام تعد توجهات وقرارات ملزمة للشعة كلهم ليس في هذه المنطقة فقط وإنما في العالم بأسره وحتى في أفغانستان وفي شرق والغرب وكل مكان وهذا من الواضح والمؤكد قد جاء بوصفة تمزيقا مذهبيا وطائفي للعالم العربي وللأمة العربية وهذا يعني أنه لابد من إعادة النظر في الأوضاع العربية الراهنة وأنه يجب أن يكون هناك استفاف عربي فعلي وجدي أن يكون هناك إدراك أن هذه المواجهة المحتدمة في اليمن ليست عمليا وفعليا مع الحوتين وإنما مع إيران التي باتت تتطلع إلى موراء البحر الأحمر وإلى مضيق باب المندب وإلى بحر العرب وهذا يعني أن دولة الولي الفقي باتت دولة محتلة وهنا فإن هناك من يقول إن مثلها مثل العدوى الصهيونية إسرائيل والله أعلم والتي تحاول أن يكون لها وجود فاعل في بعض الدول العربية الأفريقية وهذا يعني أنه يجب أن يتذكر العرب السهون واللهون ذلك المثل العربي القديم القائل أكلت يوم أكل الثور الأبيض إذن تتواصل المعارك في محافظة شبوى في اليوم تم تحرير مثلث أو مفرق السعدي وهو من المناكن الحساسة جدا في محافظة شبوى ومن الطرق التي تربط أيضا بيحان بجبهات عدة أيضا هناك تقدم في هذه الجبهة وهناك علان أن هناك أكثر من 16 قياد حوثي تم أو سلم أنفسهم لقوات العمالقة قبل قليل لكن ما هو لافت للنظر أيضا أنه في الأمس كان هناك استهداف صاروخي لمنزل مدير مديريات عسيلان من قبل ميليشيا الحوثي راح ضحية هذا الاستهداف أطفال ونساء ومدنيون لكن الإشكالية الأخطر أن الحديث عن هذا الاستهداف كان يستهدف تجمعا لقيادات للعمال قومي لذلك لكن نجوا من هذا الاستهداف والحديث أن الرصد كان عن طريق الاتصالات وشرائح الاتصال الذي ما زالت إلى حد اللحظة تتحكم في هذا القطاع المهم ميليشيا الحوثي رغم تساؤلات عديدة تطرح من قبل المختصين سواء في مجال الاتصالات أو حتى العسكريين لمناقشة هذا الموضوع يسعر أن يكون ضيفي من القاهرة العميد الركن محمد الكميم الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك عميد محمد أهلا وسهلا بك وتحية لك والمشاهد الكرام ونظيفك الكرام إن شاء الله كما سينضم إلي ضيوف كرام عبر الهاتف لنك قبل ذلك نتوقف مع فاصل قصف لو بدأت معك عميد محمد من آخر تطورات الحاصلة أهمية مفرق السعدي الذي تم تحريره أيضا أهمية ما تم إنجازه خلال 24 ساعة الماضية وتساؤل أيضا لماذا هذه الانتصارات المتسارعة ما هي العوامل التي جعلت من هذا الانتصار سريعا في جبهة شبوة لا بد على التأكيد أن أكبر مكسب من معارك شبوة هو توحيد الصف تلك البنادق التي كانت إلى قبل فترة مختلفة وتلك البنادق التي كانت موجهة ضد بعضها كانت أيضا سبب من أسباب الانتكاسة في مديريات شبوة وأسباب الانتكاسة في الجمهوري اليمنيا بالكامل ذلك مكسب كبير وعظيم أن رأينا تلك البنادق التحدث والقبائل التي كانت من قسمها اتفقت ورأينا إضافة ألوية الأعمال قاها العظيمة ألوية المدربة والجاهزة إضافة إلى تلك القوات المتوجدة على الأرض كان لها النجاح الأكبر في المكاسب التي رأيناها في المعارك في مديريات شبوة خلال الأيام السابقة رأينا عمليات عسكرية ناجحة بتكتيك عسكري كبير جدا استخدام مختلف الأسلحة الحديثة المشتركة استناد طيران قوي جدا رأينا التفافات كبيرة تجاوزت حقول الألغام وجنبت كثير من القوات العمالقة والجيش الوطني كثير من الخسائر رأينا التفافة شعبية حتى من داخل المناطق التي تم تحريرها مثل عسيلان والنقوب تلك مديري مناطق لا تمثل حاضنة شعبية للمحتل الحوثي وبالتالي رأينا انتصارات متسارعة الألوية العمالقة قامت بهجومات من الحركة ومنعت الحوثي من استخدام من التماسل الباشر من العدو منعته من استهداف القوات العمالقة عندما تحركت القوات العمالقة من الحركة ومن الهجوم من حالة عدم التماسل الباشر استخدمت المباغتة والمفاجئة وكانت عمليات من أفضل عملية العسكرية على الإطلاق رأيناها في أول يوم حررت مديرة عسيلان مركز مديرة عسيلان ثم توسعت باتجاه القراء المحيطة والعزر المحيطة بها رأيناها في الأيام الثانية قامت بتطهير المناطق من حقر الغام رأيناها في اليوم الثالث تتحرك عبر الصحراء في عملة التفاف كبيرة جدا عبر صفحة الطهيف والدراع ووصلت إلى النقوب ووصلت إلى مفرق الحماء وكان مفرق رئيسي جدا يربط ما بين بيحان وعتق في اليوم الرابع رأينا أن القوات الألوية العمالقة والجيش الوطني استطاعت أن تتحرك وتنهي أو تسيطر على منطقة السليم والصفراء واللوانين وهذه منطقة استراتيجية وبالتالي أصبحت مديرة عسيلان محررة بالكامل بكامل قراءها وعزلها ورأينا اليوم تحركت القوات استكملت أعبالها باتجاه بمديرة بيحان وسيطرت على مفرق السعدي أو مفرق بيحان حريب وهو المفرق الاستراتيجي الذي قطع خط الإمدادات تماما على بيحان من اتجاه حريب وعلى حريب من اتجاه بيحان وأصبح الآن الميليشيات الحوثية معزولة تماما في بيحان جميل جدا سأعود إليك في هذه النقطة بالتحديد عميد محمد لكن قبل ذلك دعنا نشرك معنا أيضا عبد الكريم المادي لا أسأله أيضا عن ما طرحته أنت عميد محمد من أهمية هذا الانتصار وكيف وحد الصف الجمهوري وأهمية هذا التوحد صدر عبد الكريم أهلا بك أخي نايف والأخ العميد محمد الكوميم وكل المشاهدين والمتابعين لقناة اليمن اليوم للأمانة اليوم نحن في وضع مختلف والمعادلة تغيرت تماما وتوحيد اليمنيين اليوم تحت مضلة مواجهة ميليشيات الحوثية وأدوات فارس تقريبا بأنها صارت واضحة جدا لا مكان للإرهاب لا مكان للتطرف لا مكان للعمصرية لا مكان للقتل والبغي واستعباد الشعب اليمني تحت مضلة الإمامة وخرافة الولاية الانتصارات التي حصلت مؤخرا في جبهة بيحان وجبهة شبوة تؤكد للشعب اليمني وللعالم بأن اليمن ضد ميليشيات الحوثية وبأن هناك من يقاتل ميليشيات الحوثية بمبدأ وبقيمة وبتحت غطاء القانون الدولي والدستور اليمني ومواجهة هذا الطغيان الذي يحاول أن يستبد بالبهاد والعباد ويحاول أن يجعل من شعبنا مجرد مطيئة لأدوات فارس في اليمن الانتصارات التي تحققت مؤخرا في تصوري بأنها بعثت الروح من جديد للشعب اليمني وأكدت بأن الخلاص من الميليشيات الحوثية يتأتى طالما هناك من يقاتل هذه الميليشيات وطالما هناك من يؤمن بالمعركة يؤمن بالمعركة حقيقة لا يؤمن بالمعركة إديولوجيا ولا سياسيا ولا حزبيا ولا مناطقيا ولا طائفيا هذه معركة كبرى وهذا توحد للشعب اليمني ودفاع عن المضلومين يا أخي العزيز لكن مع ذلك نجد من ربما من الأصوات من تحاول التشكيك في تلك حتى الانتصارات هناك أصوات تطرح بأن هناك تسليم وما إلى ذلك هناك أصوات وهي ربما تلبس شعار وقناع الوطنية والجمهورية ومقارعة الإمامة في نظرك لماذا؟ ما هي الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك؟ أخي نايف هذه أسباب 2011 نعرفها لا أقول 2011 هذه أسباب مشروع 2011 مشروع 2011 الذي دمر اليمن والذي يحاول تدمير المنطقة أيضا يعني قد يتجاوز اليمن إلى المنطقة إديولوجي حزبي خرافي يعني الولاية بشقيها يعني الخلافة والولاية هذا مشروع قاتل هذا مشروع مدمر هذا مشروع مدمر للفكر والعقيدة والهوية والتنمية والحياة والسلام ولذلك أنا أعتقد بأنه أنا أتابع هذه الأصوات أتابعها في منصات تواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة وهذا المشروع يستهدف اليمن ويستهدف المنطقة لأنه مشروع إديولوجي دعني أقول لك المشروع الإخواني اليوم وهناك كثير من من يتبعون المشروع الإخواني ليسوا مع الانتصارات في شبوة وأنا أتسال أتسال اليوم القواعد أنا في تقديري بأن القواعد الشعبية ضد هذا المشروع الذي يتبنى من عواصم معروفة ويتبنى من قبل أشخاص معروفين وهم يحملون مشروع الخلافة هذا المشروع المشروع التدميري هذا المشروع جميل جدا إذن هذه الأصوات لا يمكن أن تمثل اليمنيين وحتى أن تشكك في هذه الانتصارات العظيمة التي تحصل في شبوة وفي مأرب وفي غيرها من المحافظات وفي ساحل الغربي هنا أعود إليك عميد محمد الكوميم لأستكمل معك أهمية ما تم تحريره اليوم وكنت تتحدث عن مثلث السعدي أو مثلث بيحان حريب طبعا عندما نتكلم على مفرق السعدي كما قلت سابقا نحن نتكلم على قطع خطة الإمدادة تماما على ميليشيات المحتلة الحوثي من اتجاه البيضاء سواء ذهابا أو أياما الآن الذي في حريب وفي عين لا يستطيعون أن يصلوا إلى بيحان والذي في بيحان لا يستطيعون أن يصلوا إلى عين وحريب سواء مدد بشري أو قوات أو مدد اللوجسيان وبالتالي أصبحت الميليشيات الحوثية محصورة تماما في بيحان ولم يبقى لها إلا أن تتحرك باتجاه جبهة القنذع وصلنا خبر قبل أن أكون على الهواء أن هناك أيضا سقطت أو تحررت أول قرية من قراء مديرة بيحان اسمها الحنو وبالتالي أصبحت بيحان من جميع الجهات محاصرة تماما ولم يبقى أمام المحتلة الحوثي إلا التسليم أو العودة باتجاه محافظة البيضاء إضافة إلى أن هناك لا يعني يجب أن نربط انتصارات محافظة شبوة بانتصارات محافظة مأرب حول هذه النقطة كنت سأسألك عنها لماذا ربما حتى لاحظنا خلال الساعات الماضية هناك أصبحت القوات الحكومية قوات الجيش الوطني المتواجدة في البلق والكسارة وغيرها من جبهات محافظة مأرب في وضع هجوم وهي لأول مرة ربما منذ أشهر ما هي الأسباب؟ أخي الكريم نتكلم تقريبا من شهر فبراير 2021 من العام الماضي والمارب تقاتل وحيدة تقاتل وحيدة واجهت الصلف الإيراني الحوثي واجهت كافة الأسلحة واجهت هجرة مئات الآلاف من البشر آلاف من الأسر واجهت ضغوط كثافة إيرانية عالية واجهت مئات الأنساق البشرية استطاعت أن تصمد صمود سطوري إلى درجة أنه نتكلم عن ثلاثين ألف صريع على أطراف مأرب استطاع الحوثي أن يسيطر على بعض المدينة هناك ولكن هذا لا يعني أن مأرب لم تؤدي واجهها الدفاعي ولذلك رأينا وكنا نتكلم كثيرا عن موضوع تحريك الجبهات وأهميتها في التخفيف الضغط على محافظة مأرب رأينا عندما تحركت فقط جبهة شبوة وتحركت ببعض المحاورة القتالية هناك كيف استطاعت بس في مجرد تحرك الأرتال أو رأينا الأرتال التي تحركت من عدن إلى شبوة إلى عتق تخفض ضغط على مأرب واستطاعت القوات المسلحة هناك أن تعيد أنفاسها وتستعيد إمكانيتها وتعيد التحضير لإجراءات هجومي استطاعت القتال أو المقاوم أو الوث العمالقة في شبوة أن تسحب كثير من العدد والعدة والعتاد للحوثي إلى محافظات شبوة للغرض الدفاع عنها وبالتالي مكنت القوات الجيش الوطني والقبائل المسلحة هناك أو ما أسميها الآن القوات المسلحة منها استطاعت أن تتحول إلى معارك هجومية ومعارك قوية جدا استطاعت خلال يوم الماضية أن تحرر وخاصة أمس تبت ملبودة وحمد حمد الدياب ودشوش وأستطاعت أيضا في غرب جنوب غرب مأرب باتجاه الكسارة إضافة إلى جنوب غرب مأرب باتجاه البلغ الشرقي نتكلم على لقطة الفلج وإيضا باتجاه معسكر المريش نتكلم على لضاء ونقعة باتجاه أمريش إضافة إلى جنوب البلغ الشرقي باتجاه العروق والكثبان الرملية هناك هناك عملت البعض يقول بأنه فقط تحول القوات عميد محمد من وضع الدفاع وهو دفاع مستميت منذ أشهر إلى وضع الهجوم هو مؤشر قوي جدا على تغير الموازين هناك لكن هذا ربما تساؤل إذا كانت فقط جبهتان تحركت ما عن بقية الجبهات؟ أعتقد أنه في نظر الشخصي أنه لو تحركت بقية الجبهات لن يصمد الحوثي ربما لشهر تكون القوات داخل صناعة أكيد أخي الكريم أيضا لا ننسى أن هناك انتصارت في محافظة الجوف في شمال الجوف استطعت الجيش الوطني هناك أن يحرر بعسكر طيبة الإسم وهو قريب من البقع وبالتالي هذا ما نقوله دائما أن الحوثي ليس بذلك القوة لا يستطيع أن يدير معركة قتالية في كافة الجبهات لا يستطيع أن ينور بالقوات والوسائل في ست سبع جبهات مرة واحدة هو عندما ركز على محافظة مارب وركز على جبهات محددة بحيث أنه يركز كل قواته وإمكانياته وعطاته وكثافة نيرانية باتجاه مجهود رئيسي واحد وذلك هو ما يعطاه القوة وعطاه تحقيق بعض الانتصارات في بعض الجبهات جميل جدا لكن أيضا من العوامل المساعدة لميليشيات الحوثي والذي أتحدث عنها الخبراء سواء عسكريون أو حتى سياسيون أو حتى الناس لهم علاقة بالاتصالات أن ميليشيات الحوثي تستفيد جدا من وراء الاتصالات السخبارية عسكريا وما حصل في شبوة بالأمس وأحد نتائج التلصص عبر الاتصالات صحيح صحيح هذا كلام مهم جدا وطرح صائب لأنه الاتصالات السلاح فتاك وسلاح رئيسي يستخدمه الحوثي بقوة كبيرة جدا وينجح فيه كثيرا استفاد من سلاح الاتصالات اقتصاديا يزوده بمجهود الحربي يزوده بتزويده بإمكانيات مادية ورفض الجبهات بإمكانية مالية هائلة استطاع الحوثي أن يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي واستطاع أن يسيطر على مواقع الالكترونية واستطاع أن يراقب اتصالات القادة وتحركات القوات استطاع أن يتصنط على مكالمات من داخل مناطق الاحتلال الحوثي وخارجها استطاع أن يكشف القامل القادة استطاعك عن طريق الاتصالات وعن طريق الأجهزة التي أضافت لهم إيران لأن معهم اتصالات قوية جدا ومعهم منظومات رقابية قوية جدا وهذه سمعتها من أحد الزملاء هناك في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي أن الحوثي يستخدم الاتصالات بشكل غير متوقع يعني لا يعني يعتمد اعتماد رئيسي في قتاله على مستوى قمع الأصوات داخل مناطق الاحتلال الحوثي أو على مستوى الجبهة القتالية استطاع أن يعطل يعني يعطل الشبكات متى ما يريد يعطل الانترنت متى ما يريد يتحكم في سير المعركة في موضوع رقابة الطالح كما يريد الآن فقدنا كثير من القادة العسكرية وفقدنا كثير من رجال الميدان وفقدنا كثير من الأبطال لكن إذا كانت ربما سأعود إليك لأسألك عن كيف يستخدم القادة العسكريون في الميدان شرائح اتصال تتحكم بها ميليشيات الحوثي وهم في أرض معركة لكن قبل ذلك أعود إلى ضيفي عبر الهاتف السلام عليكم هذا القطاع المهم قطاع الاتصالات لماذا إلى حد اللحظة لم تستطع الحكومة الشرعية تحريرهم من قبضة ميليشيات الحوثي خاصة أنه دجاجة تبيض ذهبا لميليشيات الحوثي هناك مثلا الأمم المتحدة وخبراءها تحدثوا أنه في العام 2018 فقط أكثر من 160 مليون دولار هي عائدات الاتصالات في صنعاء هذا المورد الاقتصادي المورد الاستخباراتي المورد العسكري كل هذه الأمور تتركز في الاتصالات ومع ذلك إلى حد اللحظة لم تحرك الحكومة ساكنة انتجاهها في نظرك لماذا؟ أخي نايف هذا هذا موضوع يوجع القلب يدمي القلب والفؤاد والضمير والعقل والفكر والوطنية والهوية هذا موضوع طالما حذرنا منه قلنا دائما ونقول دائما يا عالم يا حكومة يا شرعية حروا الاتصالات اجعلوا شبكة اتصالات حتى في جزيرة إذا أنتم مش قادرين في أي محافظة محرة اجعلوها في جزيرة حتى تجعل خارج اليمن شبكة اتصالات مرتبطة بالجيش مرتبطة بالمواطنين مرتبطة بالإعلاميين والصحافيين شبكة تخدم المجتمع وتخدم الإنسان وتخدم التنمية وتخدم الاقتصاد وتخدم المريض كل الناس لكن أن تبقى شبكة الاقتصالات بأيدي ميليشيات الحوثية فهذا يؤكد وأنا أقولها لوجه الله أقولها لوجه الله الآن تقريبا هناك تخادم ما بين قيادات في الحكومة الشرعية مع ميليشيات الحوثية والتخادم هذا يدر لها ملايين دولارات نقول هذا الكلام لم يعد هناك متسع أصلا من الصار أو المجاملة أو السكوت بالله يعني كيف تبقى شبكة اتصالات بأيدي ميليشيات الحوثية يعني تقتل المقاتلين في الميدان تترصد المكالمات تترصد تحركات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل مكان وتبقى سبع سنوات بأيدي ميليشيات الحوثية وهذه هي الحكومة المعترف بها دوليا هذا يؤكد حقيقة مطلقة هذه الحقيقة المطلقة إن هناك تخادم مصالح وربما قد يكون تخادم سياسة وأشياء مختلفة لطعن الجيش الوطني وطعن المقاومة وطعن التحالف العربي هذه خيانة كبرى يجب أن يحاكم يجب أن تحاكم لا نريد أن نبالغ أو لا نريد أن نستهدف أحد لكن هذا عيب هذا عار يا أخي العزيز جزيرة جزيرة يتخذوا جزيرة في البحر أي جزيرة ويطلبوا حماية لها من الأمم المتحدة ومن التحالف العربي أين الإشكالية التي يطلبوا حماية هناك مناطق واسعة في اليمن محررة تقريبا أكثر من 8% من مساحة الأرض محررة أستاذنايف أرجوك رجاء دعني ألتمس الأعذار أنا عندما أقول هذا الكلام يعني من باب إذا لم يكون هذا إلا الخيار الأخير لكنني أعلم يا أخي أعلم هناك محافظات بكاملها محررة يا أخي يعملوها في عدم يعملوها في المهرة يعملوها في سقطرة يعملوها في حنيش حنيش الكبراء أو حريش الصغراء يعملوها في الساحر الغربي يعملوها في المناطق المحررة حتى الخاضعة لسيطرة الشرعية ولكن هناك هناك شيء وراء العكمة هناك تساؤلات هناك تساؤلات أقسموا بالله يا أخي نايف إن هذا تساؤل كل صحفي وتساؤل كل فياسي وتساؤل كل عسكري شبكة الاتصالات لمدة سبعة ثنوات بأيدي ميليشية الحوتية وتستهدف بها الجيش وتستهدف بها المقامة وتستهدف بها المواطنين ومن يكتب بص حتى يتم يقتياده إلى الجهاز الأمن الذي يتبع لإيران ويتبع الحزب الله يا أخي هذا عيب في وجه الشرعية والله عيب في وجه الشرعية ولا ينبغي أن يسمر هذا الكلام نحن في معركة أمام فارس في معركة أمام الإمامة ولذلك ضروري أنه تتخذ إجراءات إجراءات عملية، إجراءات تقنية إجراءات تكنولوجيا، إجراءات اقتصاد لكن سبعة سنوات أن تبقى الاتصالات لأيدي ميليشية الحوتية وتستهدف فيها الجيش الوطني وتستهدف فيها المقامة وتستهدف فيها من يقاتل ميليشية الحوتية في كل جبهة لمدة سبعة سنوات وأنه يستشهدوا في الجبهات ويتم أيضا الترصت على المواطنين حتى في مناطق سيدرة الميليشيات وأنا أعود إليك عميد محمد ليسألك أمين الوائلي الشددي أيضا كان هناك استهداف لصغير بن عزيز استشهد على أثره ابنه بالأمس أيضا استهداف لقيادات على العمالقة لكن نجوا بأجوبة في شبه وكل هذه الاستهدافات كانت وراءها الاتصالات وأيضا شرائح الاتصال لماذا يستخدم هؤلاء القادة أولا هذه الشرائحهم في ميدان المعركة وربما الإشكالية الأخطر ما هي بدائل هؤلاء في الميدان أخير كريم أنا أؤكد ما ذكره الأستاذ عبد الكريم المدي أنا كان لي التواصل مع بعض الزملاء هناك في ماء ريب وعاتب طبع التاب شديد لماذا لا توجد بدائل للاتصالات العسكرية لتأمين الاتصالات العسكرية في مناطق الشرعية لماذا لا يوجد هناك بدائل مناسبة لتأمين الاتصالات أو لإيجاد بدائل متناسبة سبع سنوات ولم تستطع أن أقدم بديل فأجابني أنه تم تقديم كثير وهذا الذي نضع فيه علامة استفهام تم تقديم كثير من البدائل للوزارة الدفاع وتم تقديم كثير من البدائل للجيش الوطني وتم تقديم كثير من البدائل للحكومة اليمنية أن تأمين الاتصالات أو أن تجد سواء الجانب العسكري عن طريق شركات فرنسية أو شركات ألمانية متخصة في تأمين الاتصالات العسكرية وهو معروفة كشركة الكاتل وغيرها من الشركات العالمية المعروفة أو عن طريق تأمين الاتصالات المدنية سواء عن طريق شبكة هاتف داخلية أو عن طريق إقامة شبكة اتصالات كسب أفون عندما تم عزلها في مؤخراً هناك بدائل كثيرة ولكن أنا أؤكد أن هناك تآمر وهناك تماهي وهناك تعاطي ضعيف مع هذا الملف وهو ملف مستغرب لأنه أنا كما أؤكد أنه سلاح فتاك سلاح فتاك بيد المحتل الحوثي يؤذينا به أشد الإيذا اقتصادياً وتقنياً ويؤذينا عسكرياً يعني يشكل ثغرة واسعة جداً وكبر جداً وأنا أعزي بعض الانكسارات والهزائم في بعض المناطق إلى هذه التقنية فرضت نه وفرضت نهم والجوف سقطت بفعل اختراق الحوثي للاتصالات وإيهام القادة أنه تم توجهات بالانسحاب واتصالات انسحبوا 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 يعني هناك كان هناك دربة كافية في فرضتنا في هذه المعركة وكان ذلك باختراق الاتصالات هناك الحوثي يتواصل مع قيادات مأربة الحوثي يتواصل يستطيع أن يغلق الآن أي منطقة يريدها أن يغلق الاتصالات هناك يغلق الاتصالات يغلق شبكة الأنترنية يتحكم حتى في سرعة النت في بعض المناطق لأغراض العسكرية وبالتالي هذا ملف أصبح مؤذي لنا جميعا وأصبح نتلقى خسائر فادحة وأوجه الأمس كنا سنخسر خيرة القادة فيها أو أهم القادة فيه في معركة بيحان بسبب هذه الشراء والأخوة وأنا حتى أوعيب على أخوتنا في الجيش الوطني وفي القوات المسلحة هناك من المئة الوثنين أنهم ما زالوا يستخدمون الاتصالات الطبيعية حتى في استخدام النداءات هناك النداءات لازم أن يتعامل معها القادة ويتعامل معها الضباط هناك يجب أن تغلق التلفونات على الأفراد هناك يجب أن تأخذ التلفونات على الذين في الميدان يجب أن تغلق جميع الاتصالات وتبقى الاتصالات محصورة في أيدي بعض القيادات وأركان الاتصالات هناك في الأخير هم في معركة وليسوا في نزهة من أجل أن ربما يبلغ أحد أهله أو أن يكون معه مع كل الأفراد هواتف أو الشخصية أعتقد هذا شيء معي في معركة مهمة خاصة أن العدو يتحكم بهذه الاتصالات أيضا الموضوع هو ذات ارتباط التحالف عميد محمد بالأمس أعلن أنه تلقى نداءات استغاثة من ناقلات نفط كانت تبحر في البحر الأحمر في نظرك ما خطورة هذا التصيد الذي يعتبر خطير للغاية خاصة أن نعلم أن إمدادة النفط العالمية تمر من هذه الممرات الدولية الهامة للغاية الحوسي يثبت يوم بعد يوم أنها ميليشيات إرهابية لا تفكر على الإطلاق لا تفكر مجرد ارتباطها بالمشروع الإيراني ومرتباطها بالأيدولوجيا الإيرانية تنفذ كل ما يقال لها يعني الآن تستخدم نفس الأساليب التي تستخدمها إيران إيران الزراع حقها الذي هو الزراعها في اليمن الزراع الحوسي بيؤدي أدوار غير شرعية ويساعد إيران على تنفيذ مشروعها في بسط النفوذ السياسي في المنطقة نعلم أن إيران تبحث عن منفذ بحري ذهاب تبحث عن أن تكون الشرطي في المنطقة العربية تبحث لها عن أسباب وضرائع لأن تتواجد في البحر الأحمر الآن الحوسي يعرض في هذه الأيام ميناء الحديدة ويعرض ميناء الصليف لضربات التحالف العربي ثم يولول ويبكي عندما تضرب منشآتنا الاستراتيجية التحالف العربي وكان قد أعلن بأن أي ميناء تأتي منه القرصنة وهنا يعني موانئ الحديدة الثلاثة الصليف ورأس حيسى وحديدة لكن السؤال الآن المنطقي لماذا بدل الاستهداف هذه الموانئ بالطيران لماذا لا يتم استهداف استوكولم وإسقاط اتفاق استوكولم وتحرير هذا الميناء والمضي قدما في تأمين البحر الأحمر بأكمله عوضا عن استبدال ذلك بضربات جوية أو ما إلى ذلك طبعا هو اتفاق استوكولم هذا اتفاق المشروع الذي قيدنا وقيد القوات المشتركة هناك سيجني العالم ثمان هذا الخطأ الآن العالم الآن أصبحت خطة تجارها العالمية الذي تمر من 12% من التجارة العالمية اليومية يمر من البحر الأحمر 2.5 تريليون دولار سنويا أصبحت الآن عرضها الخطر عندما الآن أتكلم عن 250 كيلو متر في ساحل البحر الأحمر من ميناء الحيمة إلى أطراف ميديا الآن هذه كلها منافذ ساحلية للقرصنة ومنفسها حالية لاستخدام الألغام البحرية والاستخدام الزوارق المفقخة والآن أضاف حرب بحرية جديدة باستخدام القرصنة الدولية هذه كلها بسبب اتفاق استوكولم ونحن تكلمنا مرارا وتكرارا أن مواني الحديدة هي أهم المواني التي تغذي الحيوثي اقتصاديا وتغذي الحيوثي عسكريا وتغذي وتمده بالسلاح ويتم نقل الإرهابيين والخبراء الإيرانيين وحزب الله على طريق هذه المواني وبالتالي أيضا هذه أحد الثغرات الكبيرة التي تمكن وتمد الحيوثي بكثير من عوامل بقائه لكن كل هذه ما ذكرت أنت من أموال وتخص العالم بأكمله وتجارة دولية ومر وتهديد وألغام وقرصنة أنا كل هذه لا أقول أنها ما الذي يحتاج المجتمع الدولي وما الذي يحتاجه الحكومة الشرعية ومن وراءها التحالف العربي من مبررات لإسقاط اتفاق ستوكول بعد كل هذه الجرائم التي يقدم عليها الحيوثي أنا أكل المكشوف بالتحالف العربي أنا أقول لك أنه يتحمل يعني هم متحمل نعب كبير طبعا معروف أن تأمين الملاحات الدولية هذه تكاليف باهضة أكثر من ما يتخيل أي إنسان تكاليف التأمين البحري وهي أليست من مهمة التحالف العربي أن يؤمن البحر الأحمر ويؤمن باب المند فليست من مهمة التحالف العربي هذه مهمة المجتمع الدولي ومجلس الأمن هذا خط ملاحة دولية فأن يتحمل التحالف العربي مسؤولة تأمين هذا الخط فهذا يعني جزء أو تحميل مسؤولية كبيرة جدا يجب أن يكون التحالف العربي إضافة إلى مجلس الأمن إلى منظومة المتحدة بالكامل أن تسعى بكل إمكانية لتأمين هذا الخط وأنا أتفق معك أنه بدل أن نضرب هذه الموانا لماذا لا نحرر الموانا اليمنية بالكامل وبالتالي سوف يستفيد العالم وتستفيد اليمن وتستفيد المنطقة من خط الإمداد وحماية الملاحة الدولية وحماية خط التجار العالمي نتكلم الآن أنه يجب على التحالف العربي وبالتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول العالم الكامل أن يسعوا سعي حديث جدا إلى تم إدانة الحوثي معروف عالمي ولكن يجب الآن أن يتخذي جراءات صارمة إما والحوثي يلتزم التزام كامل بما يتم ليها القوانين الدولية لسلامة أمن البحار وإلا فأن تحرير ميناء الحديدة وموانئ الباقية هو رئيس جدا مع العلم أن أتفاق السكهلم وأنا أكرر أن أتفاق السكهلم لم ينفذ منه حرفا واحدا على الإطلاق منذ التوقيع عليه في نهاية ديسمبر 2018 وبالتالي هو يعتبر صاقط تلقائيا ولا نعلم ما هو السر التمسك به وهو الاتفاق الذي مكن الحوثي من شرق اليمن هو الذي مكنه من الجوف هو الذي مكنه من مارب هو الذي مكنه من البيضاء وهو الذي مكنه من مجيريات الشبوهة الثلاث هذا هو اتفاق السكهلم الذي أذاقنا وأتعبنا كثيرا وما زال صامد إلى حد الآن وهذه علامة استفهام كبرى إذا كانت البعض يطرح حميد محمد إذا كانت بريطانيا هي من تقف خلف هذا الاتفاق وداعم له وما إلى ذلك ما يدور الحديث بريطانيا ذاتها أسقطت عدن في عام 1839 بسبب سفينة الكابتن هنز وما إلى ذلك وأحتلت البلد لأكثر من 120 سنة بل 129 سنة ونحن حكومة شرعية لم تستطع أن تسقط اتفاق استوكولم تحرر أراضيها التي لا يوجد هناك اتفاق دولي أو مواثيق دولية أو قانون في العالم بأكمله يمنع حكومة شرعية من بسط نفوذها على كل الأراضي اليمنية يا أخي الشرعية اليمنية لها آخذ كثيرة ولها عيوب بعد الشعر الرأس ولو ندخل في هذا المجال يمكن حبطنا وقصبنا بانهيار نفسي يعني بصراحة كثير من الملفات وكثير من القضايا وكثير من الأمور التي ترتكبها الشرعية اليمنية مكنت الحوثي كثيرا من رقابنا يعني خلافاتنا ومناكفاتنا سبب فشل الشرعية فيه لما اصطف الملف الاقتصادي الشرعية ضعيفة فيه الملف للصلاة الشرعية ضعيفة فيه التفاق السكهولم الذي لم نستطع أن نفهم كيف تستطيع يعني كانت الشرعية فيه مهب الموت يعني لو سقطت مارب ماذا بقي الشرعية اليمنية فيه بعد سقوط مارب ومع ذلك كان التفاق صامد ولم تستطع الشرعية اليمنية يعني ولذلك فعلا موضوع بريطانيا إذا أصبحت متحكمة بالملف اليمني بشكل مزعج وأصبحت بريطانيا هي الشرطية الحوثي وهي الذي تدافع على الحوثي وهي الذي تقدم مشاريع البقاء الحوثي وهي الذي تقف عائقا في كثير من القرارات الأممية وتعطي حتى أصبحت متماهية مع الروسيا في كثير من الأمور التي تعرقل الحل في اليمن وهذا بديد بريطانيا تاريخيا لها متماهية مع المشروع الإمامي من عشرة السنين وكانت هي الراعي الرسمي لإمام ميحيا والإمام أحمد من بعد وبالتالي بريطانيا هذه يجب أن تكف أذاها عننا حتى أنها تؤثر كثيرا حتى على التحارف العربي بسبب الضغوط الذي تمارسها وتمارسها على الرباعية التي ماسكها من أمريكا أو بريطانيا وتؤثر كثيرا على العالم وبالتالي يجب على بريطانيا أن تكف أذاها عن اليمنين وأن تجعلنا نتحرك وأن تكف أيضا حتى عن دعمها للحوثي الذي ينادي الموت الأمريكا والموت الإسرائيل وهو من تحت الطاولة يعني شغالين في علامة بيضاء على قولة المصدر خصوصا عند توقيع الاتفاق أن مكانة القوات على مشارف الحديدة شاهدنا وزير الخارجية البريطاني يزور عدن ويذهب إلى لم يبقى له إلا أن يذهب إلى الحديدة ليدافع عن الحوثي وبالفعل استطاع إيقاف هذه المعركة والذهب إلى هذا الاتفاق المشؤون معموما أشكرك جزيلا شكر العميد الروك المحمد الكميم الخبير العسكري كنت ضيفي من القاهرة شكرا جزيلا لك أيضا الشكر لضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم المدي الذي كنت أرغى في العودة إليه لكن لم يتبقى لنا من الوقت لم يصعفنا وقت البرنامج شكرا جزيلا أستاذ عبد الكريم دائما وأبدأ شكر لكم أنتم مشاهدي الكلام لما تكونوا على حسن الإصغاء ومتابعة قد حلقة جديدة إلى اللقاء